مشروع مدينة الصدر الجديدة الذي تحتزم الحكومة من خلاله معالجة مشكلة الاقتضاظ السكاني يشهد تحركا سريعا لدخول الشركات الراصينة لإنجازه إذ من المتوقع المباشرة في أولى الوحدات السكنية هذا العام عقب أكمال التصاميم الرئيسة ومنها ما يتعلق بالخدمات وشبكة الطرق التي تربط المدينة بالمناطق والأحياء القريبة التصاميم بدأت سياج الأمن مثل ما يشوفون بدأ يشتغل إن شاء الله في هذا العام ستحال البنى التحتية كاملة لهذه المدينة التي تقريبا أكثر مثل التالاف دونم وأيضا ستحال أول منطقة في هذه المدينة كمساكن والمرافق الخدمية الخاصة بها تحديد المساحات وتثبيت الحدود ووضع سياج أمين للحفاظ عليها من التجاوزات خطوات أولى اتخذت الجهات المسؤولة إذانا بالانطلاق الفعلي لهذا المشروع الذي سيكون بمثابة مدينة متكاملة وواجهة للمشاريع السكنية المقبلة بحسب مسؤولين في أمانة بغداد تم تسجيج المشروع للحفاظ على المناطق من التجاوز وكذلك لتثبيت الحدود للمشروع لتسهيل الأمر لدخول الشركات في التنفيذ المشروع هذا يعد من المشاريع الحيوية والستراتيجية للعاصمة بغداد والذي يحظى باهتمام حكومي استثنائي وخصوصا من قبل رئيس مجلس الوزراء عباس نعمال العراقية الإخبارية بغداد اشتركوا في القناة